اجرى حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه اتصالا هاتفيا بسعادة الشيخ عزام مبارك الصباح سفير دولة الكويت الشقيقة لدى مملكة البحرين عميد السلك الدبلوماسي قدم جلالته خلال الاتصال تعازيه وخالص مواساته الى السفير واسرة الى الصباح الكرام بوفاة الشيخ صباح بارك الصباح الناصر الصباح داعيا جلالته المولى عز وجلية تغمد الفقيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته ويلهم اهله وذويها الصبر والسلوان وقد اعرب سعدت الشيخ عزام الصباح عن بالغ شكره وتقديره لجلالة الملك المفدى على المشاعر الطيبة التي تعكس العلاقات الاخوية الوطيدة القائمة بين البلدين الشقيقين متمنيا لجلالته دوام الصحة والسعادة اشتركوا في القناة